على أحر من الجمر تنتظر غرف صناعة القرار السياسي للكتل البرلمانية الفائزة في استحقاق تشرين ما ستنتج عنه تصريحات المفوضية خلال إعلان النتائج النهائية للانتخابات وعلى أحر من الجمر أيضا ينتظر العراقيون ما ستحصده الساعات التي تلي مرحلة إغلاق ملف نتائج بإعلانها الرسمي المنتظر منذ العاشر من تشرين الأولى الماضي الرئاسات الثلاث قالت كلمتها بتغليب مصلحة العراق فوق أي اعتبار وكذلك فعلت الأمم المتحدة بتقييم النزيه لا غبر فيه على نتائج الانتخابات والعملية الديمقراطية وأكد القضاء في أكثر من جولة نزاهة الاقتراع تحدث زعيم التيار الصدري والكتلة الأكبر مقتدى الصدر بما أوضح بخطوط ونهج الكتلة في صناعة البرلمان وتشكيل الحكومة وخيارات الحوار تحدث ناصحا مرشدا موجها ومحذرا من المس بالعملية السياسية لكن الصدر الذي تحدث عن سياقات المعارضة التي قد يلجأ لها في حال تشبث قوى معطرضة على نتائج الانتخابات لفرض نفسها في المعادلة الجديدة بعد أن خسرت معادلة الصناديق ترك الباب مفتوحا لمفهوم المعارضة من وجهة نظر تيار سياسي يجد أن المعارضة لا تكون إلا لبناء العراق لا لأجل التخريب أو الفوضى أو فرض الذات مفهوم المعارضة في سياقات مختلفة عند بعض القوى الخاسرة جاء بلهجة تفوح منه رائحة التهديد أو الوعيد أو ربما العنف الذي لا يخدم إلا الفوضى فوضى الدم وغضب الشوارع المعارضة بحد ذاتها حالة مرغوبة وصحية في شتى دول العالم لكن العراق الذي يختلف بتغيير مسميات سياسية فيه تلعب فيه قوى خارجية قد تحرك أحجار الشترانج بما يخدم مصلحة الاعتراض لأجل تحقيق المصالح لا لأجل معارضة تنتج حالة سياسية أفضل لصنع القرار السيادي في البلاد ترجمة نانسي قنقر